خلاهنا نشوف الجنسيات يعني شوف الجنسيات اللي موجودة ع شان مسلا راح يجيهولي والله يا احمد الدولة بتاعتك مش موجودة طب اعمل ايه ؟ finalIF عشان نعرف بو الظبط هما الكلام بتاعهم صح او لذا خلاهنا نكتب مصر اهي مصر موجودة خلا نكتب مثلا واحد يقول لي يا احمد اهي الليب 기반 موجودة واحد يقول لي mesela العراق سلام عليكم breathe Zwag متياه ان شاء الله عندنا فرصة جميلة جدا للسفر التركية. والميزة جماعة في الفرصة دي انها ممولة بالكامل. يعني انت مش محتاج بقى ان انت توفر ارشين مسلا عشان تحطهم في الفيزا او تحطهم في التزاكر او تروح مسلا تقعد في مكان معين. لا الفرصة بتاعت النهاردة هي فرصة ممولة بالكامل. يعني هم كل عايزينه عايزين الناس عشان يروحوا يحضروا حاجة معينة. ايه هي الحاجة المعينة دي بقى? الحاجة المعينة دي هو مؤتمر. المؤتمر ده اسمه مؤتمر القيادات الشبابية في تركيا. طيب واحد يقول لي احمد ايه الميزة في الموضوع ده? يعني الناس دول عايزين الشباب يعملوا ايه? ده عبارة عن مؤتمر شبابي بيجمع الشباب من حول العالم علشان يتناقشوا في امور خاصة بالشباب والمشاريع اللي بتهم الدول اللي هم عايشين فيها. وبيحاولوا ان هم يطوروا من الدولة بتاعتهم من خلال المؤتمر اللي بيحضروا وبيتعلموا منه حاجات كتير وبينفعوا بيه غيرهم كمان لان هم بيتكلموا عن التجارب بتاعتهم وازاي يطوروا البلد بتاعتهم. فهو مؤتمر الغرض منه هو ان انت ازاي تتعلم حاجات تطور بيها بلدك وان انت تنفع غيرك. فحنستنتج بقى من الكلام ده ان المؤتمر ده يا جماعة لكل دول عالم. يعني انت من اي دولة تقدر تقدم فيه. فدي فرص احنا جايبينها لك النهاردة. يعني حاجة كده عشان الناس اللي عايزين نروحوا يتعلموا حاجات. اه ياخدوا معلومات. يتعلموا ثقافات جديدة. فدي فرصة حبيت اقدمها لكم اعرفكم بها. بس فيه نقطة وانا اسف جدا ان انا بقولها انا اتأخرت للأسف في عرض الفرصة دي. لانها للأسف اليومين دول ما بدورش كتير قوي على فرص الهجرة والسفر والكلام ده كله زي ما انت عارفين. لان القناة بتاعتي اصبحت خاصة بحاجات معانا زي الصفر الخليج مثلا. اه مثلا ازاي نكشف الناس اللي بتحقوا على اللي عايزين يسافروا. فالفرصة دي انا شفتها فقلت ان انا اعرضها لكم. فهي اخر يوم للتقديم عليها هو عشرة مارس. بس انت لو بتتفرج على الفيديو دلوقتي قبل عشرة مارس تقدر تقدم فيها بكل بساطة. وان شاء الله تقدر برضو ان انت تروح من خلالها. وفيها ميزة جميلة جدا حبيت برضو ان اعرف لكم انه ما بيحتاجش منك شهادة لغة. يعني ما مش محتاج منك بقى ولا ايلتس ولا توفل ولا الكلام ده كله. يعني مش محتاج منك شهادة لغة عشان تقدمها. طب يا احمد العمر كان مسلا اللي يقدم طب ايه الشروط طب الكلام ده كله. اقوله لك ان شاء الله الكلام ده كله. واقول لك ازاي تقدم بنفسك. بمنتهى السهولة بمنتهى البساطة. خطاعات بسطة جدا وهقول لك على الشروط وكل حاجة. بس طبعا يا ريت في الاول زي ما انت بتعود. لايك بتاعك بقى اللي بينشجعنا وبينشر فيديو. وكمان يا ريت فعل الجرس لو انت مهتم بكل الفيديو بتاعتنا. انتظروني. طيب يا جماعة دي المدونة بتاعتنا هتلاقيها بصندول وصف واقول كومنت اللي هتلاقي بقى فيها المعلومات. وهتلاقي فيها اللينكات التقديم. واللينكات بتاعت الموقع. زي ما انت شايف هنا التقديم على مؤتمر القيادات الشبابية في تركيا الممولة بالكامل زي ما احنا قلنا. هنا هتلاقي بقى شوية معلومات عن الفرصة. يعد مؤتمر القيادات الشبابية في هذا في تركيا بمثابة منصة قوية تجمع بين الشباب المتحمسين من مختلف القطاع. ودي شوية بقى معلومات زي ما احنا قلنا الغرض من المؤتمر. ان هو المشاركة في حلقات نقاشية. وتقديم المشاريع اللي تركز على المجتمع. ويعني بيحاول ان هما ينموا المجتمعات وبالذات المجتمعات النامية. يعني بيحاولوا ان هما ينشروا الوعي بين الشباب والحاجات دي كلها. تمام? طيب هنا هيقام في تركيا مقدم من مؤتمر القيادات الشبابية لكل دول العالم. ممولة بالكامل. مدتها اربع تيام يا جماعة. يعني لما تبوا هناك مدة الموضوع ده هيكون اربع تيام. الموعد النهائي هو عشرة مارس. وغير مطلوب اي شهادات منك. وغير مطلوب شهادة لغة زي الايلتز او الطيفل. اوكي? طيب. هنا بقى بيتم تشجيع الافراض من 16 ل 45. يعني عمرك لازم يكون من 16 ل 45 سنة عشان تقدم على الفرصة دي. هما بيعتبروا العمر ده عمر الشباب يعني. الحمد لله احنا صغيرين على كده. تمام? فانت من 16 ل 45 تقدم في الفرصة دي. اوكي? طيب. اللي هو ايه بقى من الناس دي اللي هما ايه الانواع بتاعتهم يعني? بيقولك بما فيه زلك الطلاب والمهنيين والاخصيين الاجتماعين والمارسي اه رعاية الصحية والمتطوعين والقادة الشباب الطموحين. طبعا دي الناس اللي هما اه التارجد بتاعهم يعني هما التارجد بتاعهم الاشخاص دي اللي هما عايزين يطوروا من نفسهم وينموا الدول بتاعتهم. فده التارجد بتاعهم يعني. اوكي? طيب. هنا هتلاقي بقى فيه عندك لنكين. معلومات الفرصة. والتقديم من هنا. خلينا نخش على اول حاجة معلومات الفرصة. عشان نشوف الموقع اللي احنا بنتكلم منه. زي ما اتشايفين. هو ده الموقع اللي عرض الفرصة. اوكي? طبعا دي كلها شوية معلومات كده عن الفرصة بتاعت النهاردة. هيكون في تركيا. ماشي. يوم اه من ثلاثة لستة مايو. وهنا بقى هما اعمل حاجة جميلة جدا. جايب لك التوقيت بالزبط لغاية ما يحصل الموضوع. يعني بقى ثلاث ايام وخمس ساعات والثمان دقايق واربع ثلاث 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 ثانيتين ثانية. انا عايز اعدل حتة دي ايوة. سبع دقايق سوى خمسين ثانية ستة خمسين ثانية وكذلك. تمام? يعني احنا ماشيين معهم لايف يا جماعة. يعني احنا ماشيين معهم دلوقتي بالزبط زي ما التوقيت ماشي. اوكي? ففاضل بالزبط ثلاث ايام وخمس ساعات وسبع دقايق. ماشي? فخلي بالكوا دايما من التوقيت ده. وادخلوا عطول شايكوا عليه. لو انت هتقدم في الفرصة يعني. تمام? طيب. لو انا عايز اقدم بقى هعمل ايه? منتها البساطة اهي. هدخل فيها. اوكي? جاء لك بقى الفورمة بتاعة زي ما انت شايفين ده اسم المؤتمر هو. عشان لو واحد قال لي مسلا انت بتقدم في حاجة تانية مسلا هتحول اللغة العربية عشان نتأكد. اهي يا جماعة. مؤتمر القيادات الشابة في تركيا. تمام? ده اللي احنا اتكلمنا عنه. عشان ما حتشقول مسلا انت جايب لي حاجة مختلفة او اللي انت بتجايبه ده منين مسلا. لا يا جماعة الكلام كله موجود. ماشي? طيب. الموضوع هنا منتهى البساطة. يعني سهل جدا. طبعا انا حاولتها اللغة العربية عشان بس نفهمها اكتر. انما انت لما تيجي تعبي البيانات هتعبيها بالانجليزي. ماشي? طيب. طبعا الاسم الاول. اسم العائلة اللي هو الاسم الاخير. والجنس. وتاريخ الميلاد. والجنسية بتاعتك. خلا نشوف الجنسيات. يعني شوف ايه الجنسيات اللي موجودة. عشان مسلا نروح دي يقول لي والله يا احمد الدولة بتاعتك مش موجودة. طبعا اعمل ايه? لا خلا نشوف الجنسيات عشان نعرف بالزبط هما الكلام بتاعهم صح ولا غلق. خلا نكتب مصر. اهي مصر موجودة. خلا نكتب مسلا واحد يقول لي ليبيا يا احمد. اهي ليبيا موجودة. واحد يقول لي مسلا العراق. انا معلش انا بجيب لكم الدول اللي هي يعني ناس كتير بتيجي تسألني يا احمد الدولة بتاعتنا ما بلقش لها اي فرص يا احمد. طبعا اعمل ايه? طبعا اجيبها منين? فطبعا الحمد الله يعني ربنا يخلي كل الدول العربية وعم فيها السلام يا رب واخوانا اللي بيمروا بازمة دلوقتي ربنا يفرجها عليهم. فاحنا بنحاول نوريكم بس الدول اللي هي ممكن حد يسألني اكتر عليها. تمام? الاعلاق. مفيش مشاكل برض لو شفنا الجزائر يعني اهي. فانا هقضي جيب لكم كل الدول العربية. موريد تانية. عشان في ناس بيقول لي احمد انت مجيبش موريد تانية ليه مش دولة عربية. لا يا عم دولة عربية وعلى دماغنا وكاس افريقيا كمان لعبوا حلوة يعني والدنيا حلوة. تمام? فالموضوع منطقة البساطة بتكتب الدولة بتاعتك. وبتلاقيها ان شاء الله. بس انا حبيت اقوليك بس يعني بعض الدول عشان الناس بتيجي تقول لي الدولة بتاعتي ما بلقهاش. انما الحمد لله معنا ان الدول دي موجودة فاكيد دول تانية موجودة والموضوع سهل جدا. اوكي? بتيجي تحط بقى رقم التليفون بتاعك. وعنوان البريد الالكتروني اللي هو الايميل بتاعك. عشان طبعا هيبعتولك عليه ويبعتولك عليه ان شاء الله كل معلومات. وحتى لو لقدر الله ما تقابلتش مسلا في فرص تانية من خلال الموضوع ده. وبيبقى يعملوا لك ابديتها لطول على الايميل وبيعرفوك يعني. تمام? وبلد الاقامة بتكتب ببلد اللي انت عايش فيها حالين. ماشي? والمدينة اللي انت هتغادر منها. بس هتحمل الصورة بتاعتك هنا. وتحمل البصبور بتاعتك او الاي دي بتاعك او البطاقة المدنية بتاعتك او كده. وتعمل التالي. اوكي? بعد كده هنعب هيجي لك شوية بيانات تانية هتعدي عليها. ماشي? يعني دي كل الحاجات اللي انت محتاج انك تعرفها. الموضوع سهل جدا وان شاء الله كله يقدر يقدر يقدم فيه. بس يا جماعة دي كده الفرصة انا حابطت اتكلم عنها النهاردة. اتمنى انها تنفع ناس كتير وان الكل يقدر يقدر فيها. ولو عندك اي سفسار برضو اكتبوا لي في الكومنتات. وامشي بيها خطوة خطوة واشوف التقديم عامل ازاي? اتمنى انها تنفع ناس كتير. يا ريت بقى لو عجبك الفيديو واستفدت به. يا ريت اللايك اللي بيشجعنا وبينشر فيديو. ويا ريت فعل الجرس لو انت مهتم بكل الفيديوات اللي حابل نزالها. السلام عليكم.